هات برونوما زاي، هن، وهن سنحاول من خلال هذا الدرس معرفة الطريقة السليمة بوضع الضمير المناسب في مكانه الصحيح ولكن قبل ذلك سنحاول أن نتعرف على أهم مكونات الجملة من بين مكونات الجملة الأساسية نجد الفاعل فمثلا في هذا المثال من يأكل التفاحة؟ فطرح مثل هذا السؤال يمكننا من معرفة الفاعل الفاعل إذن هو ماريا فهي التي تقوم بالفعل الذي هو الأكل تأكل مارية التفاحة والمكون الثاني هو ويسمى إما بالمفعول به أو المفعول به المباشر ولمعرفته في الجملة نقوم بطرح السؤال التالي ماذا تأكل ماريا؟ تأكل ماريا التفاحة يعني the apple هو المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل كما يمكن أن تتوفر الجملة أيضا على مفعول به غير مباشر ويسمى my work and for verb مثال على ذلك هاي خايفت عن ماريا دأبل هو أعطى لماريا تفاحة أو هاي خايفت ماريا دأبل هو أعطى ماريا تفاحة فماريا هو مفعول به غير مباشر ففي هذا المثال الفاعل هو هاي يعني هو والفعل خايفت والمفعول به المباشر هو دأبل ماذا أعطاه هو؟ هو أعطى تفاحة والمفعول به الغير المباشر هو ماريا ولبعرفته غالبا ما نستعمل السؤال لمن؟ أو عن ذي لمن أعطى التفاحة؟ أعطى التفاحة لماريا أو أعطى ماريا تفاحة الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني أن في المثال الأول بالإضافة إلى المفعول به الغير المباشر ماريا هناك فورزيتسون أي حرف الجرآن أما بالنسبة للمثال الثاني فهناك المفعول به الغير المباشر فقط ولمتابعة هذا الدرس كذلك عليك أن تكون على علم بضمائر الملكية بيزيت لكفورنام بورد ويمكنك الوصول إلى هذا الدرس بالنقر على الرابط الذي يظهر الآن كما أنصحك بمشاهدة الدرس المتعلقة بضمائر المفعول به وكذا بضمائر الفاعل قبل مواصلة هذا الدرس هذه هي القواعد الأساسية هن تستعمل كضمير للملكية بيزيت لكفورنام بورد زي تستعمل كضمير للفاعل أوندربير هن وتستعمل كضمير للمفعول به المباشر بلايد منتفور بيرب أما بالنسبة للجملة التي تتكون من المفعول به الغير المباشر فهن تستعمل في حالة إذا كان المفعول به الغير المباشر مقروناً بحرف الجر يعني ماذير كنتفور بيرب ميت فورزيتسو أما هن تستعمل في حالة وجود المفعول به الغير المباشر بدون وجود حرف الجر ماذير كنتفور بيرب زندر فورزيتسو ولشرح هذه القواعد سنستعينه بالمثال التالي فكما تلاحظون هذا المثال يحتوي على الضمائر الثلاثة ولكي نعرف الطريقة التي استعملناها للحصول على هذه الضمائر سنقوم بتعوض هذه الضمائر بكلمة يعني الناس فيصبح المثال على الشكل التالي بعد ملاحظتك لهذا المثال يبدو أن الملونة باللون الأخضر لا تفيد أي معنى في هذه الجملة ففي هذه الحالة يعني لا يمكن تعوضها بكلمة دمانسة ولذلك سنقوم بإزالتها وكتابة الضمير هن فيصبح المثال على الشكل التالي دمانسة برينغ دمانسة مت هن أو تو نارد تراي أما بالنسبة للكلمتين الأخرين التاني يجب علينا تعوضهما بالضمائر فأولا علينا أن نبحث على البرسونس فورم يعني الفعل المصرف في الجملة وهو برينغ ثم بعد ذلك سنبحث عن الفاعل سنقوم بطرح السؤال التالي من أوصل الناس؟ الناس هم الذين أوصلوا الناس يعني دمانسة الملونة بالأخضر هو الفاعل لأنه هو من قام بالفعل لذلك سنقوم بتعوضها بالضمير زاي فيصبح المثال على الشكل التالي زاي برينغ دمانسة مت هن أو تو نارد تراي أما بالنسبة للمفحول به فسنقوم بطرح السؤال التالي ماذا أوصل الناس؟ أو من أوصل الناس؟ يعني من وقع عليه الفعل دمانسة الملونة بالأزرق زاي برينغ دمانسة هم أوصلوا الناس وبما أن دمانسة الملونة بالأزرق هو المفعول به لذلك سنقوم بتعوضه بالضمير هن زاي برينغ هن مت هن أو تو نارد تراي أما بالنسبة للجملة التي تحتوي على المفعول به الغير المباجر فمثلا سنقوم بطرح السؤال التالي لمن تعطي التفاحة فيمكن أن يكون الجواب على الشكل التالي وفي كلتا الحالتين فهتين الجملتان تحتويان على مفعول به غير مباشر دمانسة لكن الفرق هو أن في المثال الأول آن دمانسة يعني بالإضافة إلى المفعول به الغير المباشر هناك فورزتسون هو آن يعني حرف الجر ولذلك ففي حالة وجود حرف الجر مع المفعول به الغير المباشر يتم تعويض المفعول به الغير المباشر بهن أما إذا كان المفعول به الغير المباشر غير مسبوق بحرف الجر في هذه الحالة يتم تعويضه بالضمير هن ومما سبق فهن يمكن أن يكون ضميرا للملكية وذلك في الحالة التي لا يمكن أن يعوض بكلمة دمانسة كما أن زي يكون دائما ضميرا للفاعل وللوصول إلى الفاعل نبحث عن الفعل المصرف ثم بعد ذلك نطرح السؤال من يقوم بذلك الفعل لكي نصل إلى الفاعل أما هن ستعويض المفعول به المباشر والذي يمكن الوصول إليه بالبحث كذلك على الفعل المصرف ثم طرح السؤال ذات أو ذي يعني من وقع عليه الفعل ثم بعد ذلك نقوم بتعويضه بهذا الغير أما في حالة وجود المفعول به الغير المباشر my vacant for verb فهن تقوم بتعويض المفعول به الغير المباشر المرفوق بحرف الجر my vacant for verb mit for z أما هن فتقوم بتعويض المفعول به الغير المباشر بدون حرف الجر my vacant for verb mit for z أمثلة المثال الأول ماذا سنضع في هذا المثال هن أو هن أو زي we neme klachta sehr serios أولا سنقوم بكتابة كلمة دمانسة في هذا الفراغ فيصبح المثال we neme de manse klachta sehr serios فكما تلاحظ فوجود هذه الكلمة لا يفيد أي معنى ولذلك فتعويض الفراغ بكلمة دمانسة خاطئ إذن فالضمير الذي سنستعمله هنا هو هن الذي يفيد ضمير الملكية we neme heen klachta sehr serios نحن نأخذ شكواهم على محمل الجد المثال الثاني we neme klachta sehr serios سنعوذ الفراغ بكلمة دمانسة دمانسة we neme klachta sehr serios الجملة صحيحة سنبحث الآن على الفعل المصرف وهو heben klachta sehrios والآن سنقوم بطرح السؤال لمعرفة الفاعل ولذلك سنسأل vi heben me klachta sehrios من سألني؟ وفي هذه الحالة الجواب سيكون demansa الناس هم من سألوني إذن فكلمة demansa جاءت في محل الفاعل ولذلك سنعوذها بطمير zai zai heben me gevraagd om de cursus te grijfe المثال الثالث سنعوذ الفراغ بكلمة دمانسة الجملة صحيحة إذن سنبحث على الفعل المصرف de persons full هو felicitirde ثم سنبحث الآن على الفاعل vi felicitirde demansa من الذي هنأ الناس؟ الجواب سيكون differlezers إذن فالفاعل هو differlezers سنبحث إذن عن المفعول به وذلك بطرح السؤال vi felicitirde والجواب هو دمانسة الفاعل هو الفعل المصرف felicitirde والمفعول به هو دمانسة دمانسة هو مفعول به مباشر لذلك سيتم تعوضه بالضمير هن دفر ليزرز felicitirde هن متهد به هالا فانت كمبيونس خب المثال الرابع نيكو هفت خزيخ دات هاية تيم خات فلات سنعوض الفراغ بكلمة دمانسة نيكو هفت دمانسة خزيخ دات هاية تيم خات لات الجملة صحيحة سنبحث إذن عن الفعل المصرف وهو هفت خزيخت ثم سنبحث الآن عن الفعل وذلك بطرح السؤال vi هفت خزيخت من الذي قال في هذه الحالة الفاعل هو نيكو نيكو هو من قال ثم سنبحث الآن عن المفعول به ماذا قال نيكو ما قاله نيكو هو بأنه سيطرك الفريق إذن فالفاعل موجود وكذلك المفعول به إذن فهذه الجملة تحتوي على مفعول به غير مباشر سنسأل إذن لمن قال هذا نيكو عن vi هفت نيكو خزيخت قالها للناس يعني الناس هنا مفعول به غير مباشر وبما أن هذا المفعول به الغير المباشر غير المسبوق بحرف جر يعني فإن الضمير المناسب هو هن نيكو هفت هن خزيخت الجملة صحيحة سنبحث عن الفعل المصرف وهو هفت خزيخت ثم بعد ذلك سنترح السؤال لمعرفة الفاعل vi هفت خزيخت هو نيكو نيكو هو من قال إذن نيكو هو الفاعل لمعرفة المفعول به المباشر سنترح السؤال ما الذي قاله نيكو ما قاله نيكو هو هؤلاء الناس غير مرحبين بهم إذن فالمفعول به المباشر موجود والفاعل موجود يبقى السؤال عن المفعول به الغير المباشر تيخن vi هفت نيكو خزيخت لمن قال هذا نيكو قال هذا للناس إذن فالناس هو مفعول به غير مباشر وقبل هذا المفعول به الغير المباشر هناك حرف الجر وهو تيخة إذن فالجملة تحتوي على مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر مي فيركند فور فيرب ميت فور زيتسل إذن فسنقوم بتعويضها بالضمير هن نيكو هفت تيخة هن خزيخت ستجد أسفل هذا الفيديو رابط لاختبار بسيط حول هذا الدرس لكي تتمرنا على استعمال هذه الضمائر